مسا الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبناء الأحداث عم بتخلينا نعمل فيديوهات بسرعة يعني بدل ما أكتوب الجهاز الأمني الإيراني السوري حزب الله وراء قصة بريكسل ولي تردوا ما عينك نجروا قطيتوا قفوا تقولوا إذا بتلحقوا السنسلي من أولا لأخير بتكشفوا من هونيك بنبع من هونيك كلنا بنعرف كيف كان نظام حافظ الأساد يعمل التهديدات يودي ناس يطلعان من السجون ويوديه انت يروحوا على الحدود السعودية ويحفروا حفرة ويحطوا قول صلاح ياخد التليفون محمد الخولي ويطلب المخابرات هني متعاونين بالمخابرات السعودية ويقلهم فيه كذا كذا محطوطين على الكذا عصابي بده تفجر عنكم يروحوا يلقوهم وضلوا يمروا هلأ صورت مع العمر ومع الخبرة صورت صوفيستيكية أكتار أكيد 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 من حيثه حيثه كيف منلوحي منلوحة عم نقرأ بهالخمسين سنة شفنا هني ورا كل شيء مثلا أكبر هم عندنا ان تكون المعركة مش شيعية سنية ان تكون بين السنة والمسيحيين شربوا قاعدة الاختبار لبنان حاول ميشيل عام حاول بده يعمل معركة بين المسيحيين بلبنان وتحت شعار بات الحريري المستقبل الحرامي السرقانيين السعودية ورا هون ما ضبطي هني ورا كل شيء وين مختلف أنا معكم انتو الديمقراطيين اللي بتقاملوا بالحرية والديمقراطية وبالعلمنة علمنة الدول مثل الدول الجي سيفن مختلف معكم انكن خايفين ظروفكم حساباتكم ما الكن حل تبقوا بالمنطقة الا بدولة اسرائيل ابدا كل شي بتتهموا انه هدا عميل لاسرائيل وهدا شو الطريقة اللي بتقدروا تنفتحوا تحت شو توحيد البحر الابيض المتوسط الهلال الخصيب بك انتخلوا افكار يا شباب ليه تردوا ابدا خدوا خبس كذب احتيال غدر خياني اطلوا عضو كلها نهول ليه تردوا عحدا واللي بيقول غير شي معناتها ما بيعرفي حل ليل ومعناتها مانو شايف هلا قبلشوا شوفوا انه 11 سبتمبر فيه لينك واصل لعندن للنبع لفوق لإيران نفس الشي بدن يكشفها الغرب يوم من الأيام ولكن بحب بحكيلكن هالقصة لأول مرة لمن جيت على الولايات المتحدة على ني يورك عطبي منهتن بـ 92 فور جولاي 4 تموز سنة 92 بـ 93 كنت موجود عم بتفرج على فيلم سينما على التلفزيون يعني كنتي نحط على التلفزيون معناتها من سنة من سنتين معمول الفيلم مش جديد جديد ما بيحطوا على التلفزيون رأسا للناس تشوف لأنه بدون يدخل مصاريفه إرهيبيين مسلمين عرب عم بيعملوا عملية عم بيعطيكين الفيلم الفيلم القصة كيف الغاية ضبطوا عليهم ببروكلين كأنه الفيلم معمول ببروكلين وبعدين كمشوهن كلن وعلقوا يكمشوا كل العرب ويحطوهن بمخيم السيدة لاضي حد مني عم تشوف الفيلم قلتلي I believe can be happen like this يعني مقامني انه هالشي هدا بيقدر يصير عمع كيف بيقدر يصير اتذكروا مني فرنسا وبلجيقة وقلمانيا إذا عيدوا يقولوا لك أن اللبنانيين نحنا لا مثل ما كانوا يقولوا نحنا فنيقيين من نعرب هلا نحنا نحنا مسيحيين من ناسلين التجيل تدبير الأمر بتسموه أو بتسموه الشاطورو أو التزاكة لا أعرف كيف تسموه ويعم نحنا مع الإسرائيليين وإسرائيليين ويقار كريتشن نصم دي كريتين ويقاردون قبل غيرهم يعني هذا الذي حدث يعزز وضع لوبين وضع بوتين وضع حزب الله وضع بشار الأسد وحالأنظيم الإرهابية الدكتاتورية ترامب في أمريكا يدري رصبح حدث الانتخابي يعني هيدا كله بيفرجيه كون انه وهي السياسي فاشن مثل كل فاشن الجرافاتات كانوا رفاع صاروا عراض هلأ رجعوا رفاع فاشن والسياسي فاشن هلأ اليمين المتطرف انه نحن ممنق ما بدنا اجانيب بدنا نسكر بدنا نعمل حاجيز بدنا 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 فتذكروا منه بيطلعوهن من كل بيوتهم ببروكسيلا خصوصا بعد ما سمعني على انه لما نكمشو لعبد السلام طلعوا كلهم من الشبيبيك هونيك لانه كلهم كأنهم بيقيتوا وصوروا يضربوا بالاحجار او بالبيض او بالبنادورة العسكر البيرجيكي البوليس البيرجيكي فتذكرواها مني بدنا تصير فيلم السينما السيبروسي لليوم بتعرفوا هاليوود بتو يكتب قصة بدو يكون عبقرة بدو يحط سيانس فيزيون بدو يحط اراق بدو يشوف فيزكة بالموضوع بتمنى عليكم انكن تسمعوا هالفيديو كل كنسوي وبدو رأيكم البتكني شكرا و الف شكر يا اصحاب اقليم الحرة بلبنان